في دقة الصماريخ اليمنية رجع اليمنية فما نقضى فيما يخص المفاوضات حمدين اللي تحدث القياد في حركة حمدين في حركة حميس سمحوني أسامة حمدين قال الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح أكد مرة أخرى أن حميس ثابت على مطالبها بوقفة لقنارة كما حكينا بول بابا سالم وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين لكن قال أسامة حمدين جملة تم ترديدها كثيرا حتى في الوسائل قال ما فشلت العدو في تحقيقه في ميدان القتال لن يحقيقه على طاولة المفاوضات يذل الجملة الفصل بول بابا سالم لا يمكن أن يكون هناك انتصار عسكري من المقاومة مع هزيمة سياسية هذا غير ممكن يعني وبالتالي هنا لا يمكن أن يأخذ العدو بالسياسة ما لم يأخذه بالقوة وهذا نعرف جيدا العدو الصيوني فشل بالقوة العسكرية فشل في تحقيق أهداف العدوان ولذلك هو الآن يتخبط ولذلك هو يرتكب هذه المذابحية ما الغاية من ارتكاب هذه المذابحية طبعا الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة هنا وتأليمها على المقاومة وهذا فشل فيه نفس الشيء مارس التجويع وحرب التجويع على الشعب الفلسطيني ولذلك نرى هذه المشاهد المهينة يعني في مساء الانزال لغير ذلك الغذاء وموكاننا يعني هذا العالم عاجز عن فتح معابر يعني لإغاثة الشعب الفلسطيني أمريكا تصور يعني هل يعقل لو أمريكا قالت سنعقوم بأنزال يعني أمريكا عاجز على الفتح معابر مع إسرائيل من هي إسرائيل يعني وكانهم يخطبونها يعني قطيعا من الأغبياء الأمريكيان يعني يستبلهون العالم يستبلهون العالم بمثل هذه التصريحات وكان من هي إسرائيل إسرائيل هي جندي أمريكي في المنطقة يعني هي شرطي أمريكي يعني لو يرتفع الدعم الأمريكي لهذا كيان ليومين وثلاثة ستنهار إسرائيل تماما إذن فبالتالي هناك تقريبا مفاوضات في هذا الخصوص لكن يبدو أن فما تقريبا التوصل إلى اتفاق بات قريبا جدا أعتقد ذلك أعتقد أن حتى الكيان الصهيوني هو نفسه حتى لما نتابع الصحافة الصهيونية يعني هو نفسه في حاجة إلى هنا لتقييم لأن هناك فشل كبير على كل مستويات فشل كبير وكبير جدا نتحدث من الناحية العسكرية من الناحية السياسية الوحيد يعني الذي ربما يصر على استمرار الحرب هو نتنياهو لأنه سيفلت من المحاسبة في هذه الخصوص لكن أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة وكبيرة جدا من أجل التوصل إلى اتفاق قد لا تنال المقاومة كل شيء لكنها أعتقد أنه سيتم الاستجابة إلى أغلب شروط المقاومة يعني الملاحظات الورقة التي قدمتها حركة حماس أعتقد أنه سيقع الاستجابة إلى أغلب شروطها والواقع الميداني يعني على الأرض يكون في صلحها هو نعرف أن القتال هنا الحرب هي يعني مفاوضات بوسائل عريفة يعني الحرب هي من أجل فرض الشروط يعني وبالتالي أعتقد أن نسير نحو اتفاق قبل شهر رمضان لهدنا لمدة ستة أسابيع هذا ربما أعتقد يعني بات قريبا ربما يعني هناك تفاصيل صغيرة يعني من ناحية من ناحية من ناحية العدو الإسرائيلي يعني ربما يطالب بمسائل ربما تتعلق خاصة هنا بتواجد القوات العسكرية داخل قطاع غزة حول يعني فتح المعابر أو ما شابه ذلك لكن أعتقد في النهاية أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بعد يعني أعتقد يعني بعد هذه الوساطات المكوكية يعني من أطراف هناك طبعا أطراف ظاهرة وساطة قطرية وساطة بصرية ولكن كذلك هناك أطراف خفية أيضا تلعب في أدوار كبيرة في المنطقة تريد تدفع باتجاه يعني التوصل إلى هنا من هي الأطراف الخفية التي تقوم بدور كبير في الوساطة ولكنه دور غير معلن أي دور غير معلن يعني هناك مثلا بالطبع المقاومة لديها دعم المقاومة الفلسطينية لديها دعم كبير ولا أعتقد يعني أنها ستقبل بأقل مما يطلبه محور المقاومة في المنطقة لأن هناك ينرى تنسيق كامل يعني الجبهة اللبنانية لم تشتعل يعني هكذا صدفة يعني أنت لأول مرة حزب الله يطلق 70 صاروخ يعني يوم أمس على كريات شموني هذا بالنسبة لمقاومة الطوق تحدث على أنظمة على دول فما دعم هنا تشوف المقاومة لديها أوراق يعني هناك هذا التصعيد الكبير الآن في المنطقة يعني فيه من أجل أهداف سياسية ليس هكذا يعني التصعيد اليمني تصعيد في جنوب لبنان لديه طبعا فما أهداف سياسية لو وهم هؤلاء ماذا يشتريطون إيقاف الحرب على غزة مقابل يعني إيقاف المهاجمة السفن أو استهداف منطقة الجليل بالنسبة لجنوب لبنان لأطراف الأخرى التي تسعى طبعا هناك الطرف الأمريكي رغم أنه ليس محايد كما ذكرت هو طرف الصراع الطرف الأمريكي يسعى إلى هدنا يعني هناك التصريحات الحالية وزيارة جانتس المرهدية للمنطقة إلى واشلطن رغم غضب نتنياهو يعني هناك صراع داخل الكيان الإسرائيلي مثل أخرى أيضا سماع حتى في الداخل الإسرائيلي القسام يعني هناك استقالات كبيرة لبعض الأجهز الأمنية للقادة الأمنيين والعسكريين يعني هذا ألقى بظلاله زيارة جانتس إلى واشنطن وإلى لندن كذلك في نفس الشي نفس الشي كذلك الدول الأوروبية بدأ موقفها يتحرك شيئا ما نرى يعني المواقف الأوروبية في الفترة الأخيرة تحت الضغط الشعب الأوروبي تحدث هنا وهنا دور الشعوب الأوروبية نفرق جيدا بين الحكومات الأوروبية التي تحكمها أوليغارشيات مالية للأسف وأغلبها من اللوبيات الصيونية وبين الشعوب الأوروبية الحية التي ترفض هذه المجازر وتتظاهر بكثافة كل يوم هذا شفناه في واشنطن شفناه في طبعا واشنطن في أمريكا شفنا زندة كيفكيف في لندن شفناه في بريكسل شفناه في باريس شفناه في روما في أماكن عديدة هذا بالطبع يدفع هناك ضغوط أيضا من الناحية الأخرى طبعا أمريكا لديها لعبين كبار في المنطقة أمريكا طبعا هنا الحليفها التركي مهم جدا في المنطقة وتقرأ له ألف حساب تركي هي عضو في الحلف الأطلسي بالطبع هنا الموقف التركي هنا موقف نفس الشيء رغم أننا طبعا نحن نطالب أن يكون الموقف أقوى من هذا موقف تركي للأسف ما زال على حد التصريحات الكلامية ولكن قادر على كسر الحصار وقادر على فرض الضغوطات على إسرائيل وقادر على أن يفعل مثل ما فعلت البرازيل وغيرها من الدول الموقف التركي لم يصل إلى هذه المرحلة لكن نفس الشيء في زيارة بلينكين المكوكية يبدو أن هناك فما الجانب التركي فما الجانب الأوروبي كما ذكرت بالطبع فما الجانب كذلك بعض دول الخليج أيضا حتى اجتماع مجلس تعاون الخليج في الفترة الأخيرة نفس الشيء بعض دول الخليج تسعى قدر الإمكان هنا من أجل أن يكون هناك اتفاق معناها لابد من الوصول إليه قبل شهر رمضان بالطبع الموقف المصري نفس الشيء الموقف المصري هو أيضا فيه صحيح يعني يريد التوصل نشوف التصريحات المصريين المصريين في الفترة الأخيرة هناك إرادة للتوصل إلى حل هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى حل وطبعا هذا الحل كما ذكرت لا يبدو هذا الحل قد يكون حل لنقول حل وسط لكن لابد من هدن على الأقل إلي لم يتم التوصل إلى حل نهائي هناك طبعا أعتقد أن هناك حركية دبلوماسية كبيرة هناك ضغوطات كبيرة كذلك شفناها حتى من في دول أمريكا اللاتينية شفنا في كذلك جنوب أفريقيا أعتقد أن هذه الحركية الدبلوماسية الموجودة حاليا تدفع باتجاه إيجاد صيغة ما قبل شهر رمضان لأن التصعيد خلال شهر رمضان قد تكون له تداعيات كبيرة وكبيرة جدا واضح وهذا التصعيد إن